بالمنشيط العريض يفشي مسؤولون إسرائيليون موعدا متوقعا بشأن هجمات الطائرات الإسرائيلية على إيران التي قالوا إنها من الممكن أن تكون اليوم أو خلال الساعات المقبلة المصادر التي تحدثت بلسان الموعد والآلية والكيفية لصحيفة نيويورك تايمز هي ذاتها من أصدرت تصريحات تكشف أن إسرائيل قامت قبل عامين بعمليات تحليق فوق البحر الأبيض المتوسط محاكية ضربة على منشآت نووية أرادت من خلالها إرسال رسالة لإدارة بايدن بفرصة نجاح كبيرة في حال مساندة أمريكا بترسانتها من مدمرات المخابئ التي يبلغ وزنها 30 ألف رطلا إلى هجوم محتمل على إيران لكن يبرز السؤال الميداني هل يمكن وضع البيض في سلة واحدة؟ والسؤال التكتيكي بالمعنى الميداني تجيب عليه تصريحات حول إثارة الشكوك عن قدرة إسرائيل لإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية وجهة الضربة المحتملة من المرجح بحسب مسؤولين من العيار الثقيل أن توجه ضد قواعد عسكرية ومواقع الاستخبارات والقيادة في إيران لشل قدرتها في أي رد متوقع على الرد لكن وعلى الطاولة الأمريكية يخرج موقع إكسيوس بتصريحات أربعة مسؤولين أمريكيين تكشف تراجع ثقة إدارة بايدن في الأسبوع الأخيرة بخطط الحكومة الإسرائيلية العسكرية والدبلوماسية على حد سواء خلف الكواليس يسمع صوت مهاتفة ثنائية بحسب مسؤولين أمريكيين لصحف ومواقع جرت قبل أيام بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر أن أمريكا تتوقع الشفافية من إسرائيل بشأن خطتها للانتقام من إيران لأنها ستخلف أثارا على المصالح الأمريكية بالمنطقة كذلك ما حذرت منه تقاريره للاستخبارات الأمريكية حول مخاوف من تمدد الاشتباكات في المنطقة وهو ما يتفق مع معلومات حول ما يجري تحت الشاشة من عمليات الصفقات السلاح الروسي لليمن وتهديد حزب الله بالتصعيد في قادم الأيام مع استمرار إسرائيل عمليات الهجمات العنيفة على الضاحية والجنوب اللبناني